محرك بتقول دلوقتي موقف لأمير المؤمنين بحس إحنا بعيد أو يعني إحنا بعيد جدا خلينا نقول إنه ربنا سبحانه وتعالى لما بيحرم حاجة بيحرم الحاجة دي لما يترتب عليه من عواقب يعني لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ما تعملوش حاجة ده ليها عواقب معينة زي مثلا الناس كتيرة تقول لك أنا ما بأمنش بالحسد خلاص مع إنه موجود عندنا في الدين وربنا سبحانه وتعالى يعني لما بيقول لنا إنه في حاجة موجودة هي موجودة يعني مش هنآمن أو هنآمن هي موجودة فهنآمن بيها فبعض الناس يقول لك يعني هو الناس هتسيب يعني أنجلينا جوري وبراد بيت ويحسدوننا هم اتطلقوا فاتحسدوا فهل خلينا اتكلم عن انتهاك الخصوصية أو أنا لما عرض حياتي كده للملأ الأضرار اللي ممكن تعود عليها زي مثلا الحسد نعم يعني نحن عندنا عدة مشاكل اللي ربما تعود علينا بسبب انتهاك الخصوصيات أو انتهاك الخصوصيات أصلا لفظ يعني ربما يقال إذا كنت أنا فعلا حابب ان خصوصيتي يكون خصوصيتي فييجي واحد مثلا ينتهي خصوصيتي من غير ما أعلم يسجلي يصنت علي يصورني كلام ده كله لكن من المشاكل المعروفة والمشهورة في مسألة ان انت تجعل حياتك مشاع كامل كل علاقاتك احنا الآن بنسمع ان فلانا المشهورة أو التي تعرض حياتها الشخصية على النت وكده فهذه تعرض النهاردة اتخطبت ثاني يوم ازعلنا ثالث يوم صالحني رابع يوم جبل هذية خامس يوم فركيشنا سابع يوم اتجوزنا كل هذه الأمور ربما يكون هي باب من أبواب الكسب وهو باب من أبواب الكسب غير الشريف تماما ومشاكل هذا الباب ربما يأتي عليها كما قلنا أحيانا يقع فيها مشكلتين ظاهرتين ونحن نراهم بأعيننا في واقع الناس يأتينا الناس في لجان الفتوى في الأظهر الشريف ويجوا ويحصل معهم بعض المشاكل يكون أساسها وأصلها وسببها هو انتشار حياتهم الشخصية بين الناس أول هذه المشاكل هي مشكلة الحسد ان انت 24 ساعة live قدام الشاشة وقدام الكاميرا والإنسان قدام الكاميرا أحيانا يتصنع أو يعطي ظاهر ليس على باطل صحيح هي طول اليوم بتمثل تأكل إزاي؟ تشرب إزاي؟ بتتكلم إزاي؟ بتنفعل إزاي؟ كل الأمور دي انت لم يبقى شيء خاص لك كل الناس عارفة كل حاجة عنك حتى بعض الناس يصور في المطبخ ويصور في قط النوم كل هذه الأمور معنى كده أن كل خلق الله يعرفون عنك كل شيء حتى أدق تفاصيل حياة سيدنا يعقوب قال لأولاده لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرطة كان خايف عليهم من الحسد كمجموعة من الناس المشكلة الثانية ودي المشكلة فعلا اللي احنا بنعاني منها كل يوم عندنا رئيس صندوق المأزونية بيقول أن 60% من حالات الطلاق راجعة إلى أحد أسباب التواصل الاجتماعي نحن الآن أكثر من مرة ييجي يوتيوبر معين ودلوقتي بقت المسألة غير طبيعية في فلان يوتيوبر معين فبقت مراته برضو يوتيوبر هي كمان بقى أولاده يدخلوا في اللايف كمان بقى برضو في نفس الشهرة ونفس الدائرة ويعملوا صفحات موازية وصفحة باسم الزوج وصفحة باسم الزوجة ومعادش فيه خصوصية فبيجي كنوع من أنواع الاختلاف بينهم وبين بعض فيتطلقوا احنا شايفين الآن حتى على وسائل التواصل بتاعتهم شايفين الآن في الجرائد شايفين الآن على النت وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب والكلام ده كله مشاكل متعلقة ببيوت هؤلاء الناس وآخرها يا إما الطلاق يا إما الأمراض النفسية والمشاكل اشتركوا في القناة